كما أكد الرئيس السيسي على توافق مع الجانب الألماني على ضرورة عدم اتساع نطاق الصراع بالمنطقة وأشار الرئيس السيسي إلى تطرق المباحثات مع نظيره الألماني إلى ملف مياه النيل وسد النهضة تحدثت أيضا على بعض الموضوعات الخاصة بأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة في دول زي السودان وزي ليبيا وباقية الدول حتى حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع وأيضا أن لا تنزلق المنطقة لاضطراب أكتر من كده أو يتسع الصراع فيها أكتر من كده في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره أختم كلامي أننا تحدثنا أيضا على موضوع مهم جدا نحن نضعه في أولوياتنا هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع أسيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء وتشغيل السد وبقول أن احنا أكتر من عشر سنوات ونحن نحاول نصل إلى اتفاق تبقى للمعايير والقوانين الدولية للمياه العابرة أو الأنهار العابرة للحدود وبقول هنا لنا كلنا عشان يبقى واضح أن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله ألاف السنين بيتحرك بلا عوائل